يعني طول عمر التحنيط هو السر الأبرز الأهم اللي العالم كله عايز يعرف مكنونه أو تفاصيله عند قدماء المصريين الناس دي يا جماعة عملت إيه؟ ده كان علامة استفهام لطالما قرأنا عنها في المجلات العلمية وفي المجلات البحثية وحتى في الصحافة الأجنبية المصري القديم عمل إيه؟ علشان يوصل للطحنيط يخلي هذا الجسد أو هذه الجثة سواء كانت لجسد بشري أو لحتى حيوانات قادرة على الحفاظ على نفسها لمدة ألاف السنين ده كان علامة استفهام وكان لغز جدير بالفعل فيه فريق بحثي مصري وبحط تحت مصري دي 30 خط قدر إنه هو يحقق إنجاز دولي جديد من خلال إنه هو يستنتج خرائط التبادل التجاري من مصر وبين الدول القديمة وبعض من دول العالم نأكد تاني على فكرة إن الفريق المصري الدولي الموجود في المركز القومي للبحوث بتعاون مع فريق بحث دولي آخر في الوصول لمجموعة من اكتشافات مميزة الاكتشافات جت تحت عنوان اكتشاف سر المركبات الكيميائية المستخدمة في التحنيط عند قدماء المصريين موضوع أعتقد مهم جدا هنتكلم أكتر عن تفاصيله وقصته من الباحثين المصريين الدوليين اللي شاركوا في هذا الموضوع خلينا نرحب بوجودهم معنا النهاردة الدكتور محمود بهجت أستاذ الكيميا الحيوية والمرش في العام على شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي البحوث أهلا وسهلا بحضرتك معنا أيضا دكتور محمد إبراهيم رئيس قسم سموم مولوثات الغذاء في المركز القومي البحوث أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك ودكتور أحمد يوسف رئيس قسم مواد التعبئة بالمركز القومي البحوث بنورنا أهلا وسهلا بحضرتك بنورنا جميعا أبدأ بحركت تكونوا بحجة التحنيط دلوقتي لبعض المورثات أو الحاجات المركبات الكيميائية إحنا عارفين وزمان كان فيه أيضا مركبات أخرى الاختلاف وصل لفين نقول الاختلاف وصل لفين الأول شكرا جزيلا على استضافتنا شيء مهم أقوله أن إحنا مش علماء مصريات لكن إحنا علماء متخصصين في الكيميائة الحيوية الجزائية أو الكيميائة التحليلية ده بيضيف بعد جديد لتحليل المواد اللي بتستخدم في الحفظ بالشكل المطلق ولما علماء المصريات استعانوا بنا كفريق عمل في المركز القومي البحوث جلنا عشان نفك طلاصم المواد اللي كان بيستخدمها المصري القديم في حفظ الأجساد بشكل مبسط في دروس تم الكشف عنها أو معلومات تم الكشف عنها في الدراسة دي طبعا إحنا تعلمنا من فريق علماء المصريات حاجات كتيرة أن مش كل المصريين على مختلف أستوامهم الاجتماعي في العصر الفرعوني أو في الدولة الأديمة كانوا بيتم طحنتهم بنفس الكيفية كل واحد على حسب قدرته المالية لكن في دروس تانية احنا تعلمناها من التحليل إن المصري القديم ما كانش بيعالج الأجزاء المختلفة من جسد المومية بنفس الشكل دي نمرة واحد المصري القديم كان بيحاول يفك بشفرة المكونات بتاعة المواد اللي بيستخدمها في حفظ الأجزاء المختلفة من الجسد المصري القديم سعى أنه يجيب المواد اللي استخدمها في الحفظ من أماكن بعيدة جدا عن مصر ده يوري حضرتك العلوم البينية زي الكيمياء الجزائية والكيمياء الحيوية كيف يمكن أن تخدم وتضيف بعد جديد في التعاون مع علماء المصريات لفك شفرات وطلاصم وأسرار التحنيط عن المعلومات اللي كانت بتتخذ بشكل سطحي ومبسط وعام أكثر وأقل دقة وأقل عمق من اللي تم الكشف عنه في الدراسة وزي زملائي هيتكلموا بعد كده دكتور محمود لو جينا نقول اكتشاف سر المركبات الكيميائية المستخدمة في التحنيط عند قدماء المصريين إزاي نقدر نقول أن احنا وصلنا لسر في هذا الاكتشاف اللي حضرتكم مستخدم وفي البداية أنا بشكرت حضرتكم على استضافة البرنامج احنا بدأت الموضوع بدأ بأن أحد أعضاء الفريق البحثي الدكتور رمضان البدري رحمة الله عليه مكتشف المكبرة المكبرة دي اكتشفت سنة عشرين تسعة عشر كان الاكتشاف ده يعتبر من أهم عشر اكتشافات في الألفية الواحد وعشرين فلما اكتشفوا المكبرة كان الدكتور رمضان مش عايز ياخد بس اكتشافه بس لا كان عايز يربط علم الإنسانيات بالعلوم الطبعية يعني علم الطبعية سواء الكيمية الحيوية أو الكيمية التحلية فربط عمل للينك ده بحيث ان احنا نقدر نفك التلاصم زي ما قال الدكتور محمود ونعرف الأسرار هما كانوا يعجاز في الاكتشافة المكبرة دي ان هما لقوا أدوات التحنيط وورشة التحنيط كاملة زي ما هي المصر القديم كان زمان بيحنطوا بيرمي أدوات التحنيط في النيل فما كانش حد يعرف حاجة أو المعلومات كانت ضعيفة جدا لكن الأواني اللي اكتشفت في مكبرة هرم أوناس كانت عبارة عن أواني مكتوب عليها باللغة الهيروغليفية فده كان اكتشاف كبير جدا بدأوا يقولوا طيب احنا اللي مكتوب على اللغة باللغة الهيروغليفية ده هنيعرفوا من علماء المصريات احنا بقى عايزين نشوف بقى كان جوه ايه الأواني دي ففعلا خدنا اخترنا حوالي واحد وثلاثين إناء من الأواني اللي مكتشفة كان مكتشف حوالي مية واحد وعشرين إناء خدنا واحد وثلاثين إناء واخترناهم بعناي يعني مش اختيار عشوائي جميع عشان نقدر نحدد ايه المركبات اللي كانت موجودة في الأواني دي يعني عملتوا تحليل مبدئي لمحتوياتها علشان تقولوا كده ولا اخترتوهم على أساسك اخترناهم على أساسك اللي مكتشف باللغة الهيروغليفية عليهم كان بعض الأواني موجودة في ورش التحنيت وبعض الأواني موجودة في غرفة الدفن عشان نشوفوا إيه اللي بيحصل في غرفة التحنيت وفي غرفة الدفن فخدنا الأواني دي وشننا الطبقة الخارجية منها علشان الطبقة دي متعرضة لألاف السنين للعوامل الجو والأكسادة والتعرية وكده وخدنا الطبقة الداخلية وبدأنا نحللها في المعمل في الشبكة المعمل المركزية والتميز بمركز القامل بحوث بتعاون مع الفريق الألماني والفريق المصري وخدنا المركبات دي واستخلصناه وحقنا المستخلص اللي طالع من الأواني دي على جهاز الجهاز الكرموتوغرافي اللي هو التحليل الكرموتوغرافي الغازي ده جهاز يعتبر من جهازة حديثة جدا بتقدر تشوف المركبات بالتركيز ضعيف جدا وضئيل جدا فبمعاونة الدكتور ماكسيم اللي هو أحد أعضاء الفريق البحثي يددنا نعرف المركبات دي وعرفنا ما هي المكونات اللي موجودة في الأواني فده هو الاكتشاف إن كان الكلام بيتقال وفيه بعض الحاجات مش معروفة فإحنا عرفنا وزي ما قال الدكتور محمود إن إحنا قدرنا أن يعرف التجارة العالمية كانت وقتها بيجيبوا الحاجات دي منين؟ المواد الطحنية بيتجاب منين؟ طيب دكتور أحفظ هذه المواد هل هي مواد نقدر نقول إنها يعني مواد بسيطة كتموجودة في البيئة ولا مواد شديدة التعقيد؟ بسم الله الرحيم شكرا لحضراتكم على صدافة في البداية بس بالنوه إن إحنا الفريق البحثي متقوم من فريق بحثي بير فرنسي مصر ألماني لما المواد جات من سقارة للمركز شبكة المعالم المركزية بكاتل دكتور محمود بهجت وفي معمل دكتور محمد إبراهيم إحنا طبعا عملنا عملية فصل للموازن من دكتور محمد نوه وقال إن إحنا بخدنا الطبعة الخارجية الأول استبعدناها وقالنا بالطبعة الثانية للمواد دي لأن الحصل مع تقادم هذه الأواني ودي كانت لأول مرة المصر القديم غرفة التحنيط دي كانت على بعد 13 متر من سطح الأرض وغرفة الدافن كانت على بعد 30 متر من سطح الأرض لأول مرة ٣ المصر القديم كان يترك الأواني بحالة جيدة بعض الأواني به حالة جيدة ووشان كدا سبختال الأواني دي لنك بعض الأواني كانتعمال فيها 0.2 كما يكتوب عليها ثلاث معلومات مهمين جدا كانت الأول مرة فيه ناس اكتشفتها لكن كانت الأول مرة أن المص القديم يكتب اسم المادة باللغة الهغروفية معاد وضعها للجسة الحاجة الجيدة بقى المكان اللي تحط عليه يعني حط على الإيد بعد ثلاثة يام مثلا حط على الرأس بعد سبعة أيام ونوع المادة فكانت دكتور رمضاني البادري رحمه الله كان شغوف بتدخل علوم تدخل علوم المواد أنا تخصصي تكنولوجيا المواد ودكتور محمود ودكتور محمد بايو كيمال حيوي والفصل الكلمتغرافي فهو علوم مصريات فكل العلوم تدخل مع بعضها عشان في الآخر نوصل لنتيجة معينة أو نفق تلاصم الحضارة المصريات القديمة لأن الحضارة المصريات القديمة من أعرق والأعظم الحضارات اللي وجدت على مستوى التاريخ الحضارات كلها بتنمو وتزدهر وتندحر وبننساها الحضارة الوحيدة اللي لها علم باسمها علم المصريات يدرس في جميع الجامعات في العالم بحاله هي الحضارة المصريات القديمة ولذلك لحد الوقت الحالي إحنا الغاز الحضارة المصريية الغاز في كل حاجة فالمواد مش متعقدة بسيطة بس مشكلة زي ما قلتها حطينا المواد اللي ما وجدناها موجدناها مش موجودة في مصر في بعض المواد مش موجودة في البيئة المصرية فالمصر القديم زي ما طول محمود قال استورتها من شرق آسيا من أفريقيا جنوب أفريقيا من مدغاشكر انجولا من شمال أوروبا فالبحث ده الهمية لها انه هو حط خريطة التبادل التجاري بين المصر القديم والدول المحيطة وموجود في البحث اللي هو تم نشره في مجالة نشار مجالة العريقة من أكبر الدوريات العلمية على مستوى العالم انه هو حط خريطة لتوزيع المواد دي على الجسم الإنسان وجسم الموميا يعني بعد محنطوها وكمان خريطة التبادل التجاري وده كان أهمية الحدث اللي هو كان من الهوتوبيكس الموجود على المستوى دربت عصفورين بحاكر بالضبط كده فالمواد بسيطة وسهلة عبارة عن بعض المواد نفسها سهلة انما الخلطة نفسها صعبة جدا معقدة لانه بتلاقي حاجات دهون حيوانية موجودة كان في دارج او كان دايما بيتم ترجمة المصطلحات الموجودة مثلا لأحد المواد كانت بتقال عليها الصمغ العطري مثلا وبعد كده اكتشفتم انه زيت الارز ولا شجرة العرعر او ايا كان من هذه الاشياء فاعادة بقى التعامل مع الدهن الحيواني اللي حضرتك بتتكلم عليه استخدامهم كلهم واستخلاصوا وتحميلوا للزيت المقدس الفكرة هيلة جدا لكن هل فعلا هو ده السر اللي كل الناس عايز يتعرفه هل فعلا ده سر التحميد خلينا خلينا بس ما نتعاملش مع الموضوع على انه مستخلص نبات او زيت او دهن حيواني قد ما نفكر كويس اوي زي ما التحليل الكروماتوجرافي اللي اتكلم عليه دكتور محمد اثبت وعرف المركبات العضوية اللي بتكون المستخلصات المستخلصات الطبيعية دي نعرف ان المصري القديم قد يكون ما عملش الخلطات دي بشكل عشوائي وكان على دراية وعلم بالمكونات اللي لما يتم خلطها بشكل معين تدي تأثير مضاد للتحلل المايكروبي للجاسد فانا عايز اقول وقلت ده في اكتر من مكان تاني وقلنا الوسائل الاعلام الدولية في مؤتمر عالمي دولي عالمي حصل صحفي عالمي حصل على صدى هذا البحث اللي تم نشره في دورية نيتشر المصري القديم لما ذهب للاماكن البعيدة دي عشان يجلب المواد ويخلطها بخلطات بنسب دقيقة جدا عشان يعالج اجزاء مختلفة من الجسم يعني انه ما عملش ده عشوائي وكان يعلم المكونات بتاعت هذه اللي احنا بنحاول ندور وراه عشان نعرف المكونات فده يقول ان المصري القديم كان يعلم احنا عرفنا المكونات لكن الناس مش عارفين النسب لا لا هقول لحضرتك والتحليل الدقيقة اللي احنا بنعملها وفي عندنا كمان اجهزة ادق ممكن توصل للخلطات دي كانت موجودة بنسب دي لكن ده اللي انا عايز اقوله ان المصري القديم في الوقت ده من الاف السنين وفي غياب التقنيات الحديثة انا نتكلم عليها قدر يعمل المخليط دي ويعرف ان النباتات اللي بتنمو في البيئة المحيطة به مش هي المناسبة ويروح يجلب هذه المواد ويخلطها بنسب معينة جدا عشان يعالج اجزاء مختلفة اذا كان يعلم علم النباتات العطرية والنباتات الطبية الناس ما كانوش بيشتغلوا بشكل عشوائي ولكن كانوا بيشتغلوا بشكل مؤسسي وعلمي قد يصل الى الترتيب المعهد بحثي وعشان كده ديم من وجه النظري ليست ورشة طحنيت ولكن اللفظ العلمي معهد للطحنيت او معهد للزراسة كيفية حفظ اجساد الاشخاص الحديث الوفاء طيب علوم زي الكيميا زي الفيزيا ازاي اتعاونت مع علم التحنيت هو في البداية طبعا زي موضوع حالتك الدكتور رمضان كان عايز يربط الاكتشاف بالعلوم الطبيعية الارتباط قوي جدا يعني زي ما قال الدكتور محمود ان المصر القديم ما كانش بيشتغل عشوائي يعني مش بيحط اي حاجة على حاجة عشان يحنط بيع الجس لا ده حتى جلب بعض المواد اللي مش موجودة في البيئة المصرية من بعض الدول اللي تبعد عنه الاف الكيلومترات يعني جاي بحاجات من مضغشكر احنا عرفناها ازاي عرفنا ده بالبصمة الكيميائية للمواد اللي احنا لقناها يعني لقنا بعض المواد الريتنجات السنبورية وبعض الاسماغ مصدرها مش موجودة في مصر بعض النباتات زي العرعر والارز النباتة العرعر لا النباتة العرعر الارز جاي من حض البحر الابد المتوسط والسرور برضك من هناك من منطقة ديت من منطقة شمالي الارز لبناني شجرة الارز لبناني فهو طبعا يعني بص رايح من الشمال للجنوب وعمالي يدور على المواد اللي هيعمل بها التحنيط فالموضوع مش عشوائي الموضوع مدروس زي ما قالت دكتور محمود هي مش ورشة فعلا وده أبلغ تعبير ده معدل التحنيط بالإضافة لأنه كمان المكان بيتم فيه تحنيط الجسة لمدة 70 يوم تخيل أنت مكان تحت الأرض 13 متر و70 يوم الجسة محطوطة فمتخيل أنت لازم يبقى فيه تهوية كويس يبقى فيه حاجة تبعد الحشرات عن الجسة ففعلا جوه جوه الغرفة دي فيه مبخارة كبيرة جدا كترها مثلا حوالي متر دي كان بتحط فيها بعض المواد اللي تطرد الحشرات زي بيقولوا عليه النبات المر أو بتحط في البخور هو اسمه إيه دكتور أحمد مر أيوة صح صح أيوة لبن الدكر لبن الدكر لبن الدكر فبتحط ده بيطرد الحشرات والكلام فالموضوع يعني مش ماشي كده عشوالي بإضافة أنه عمل صرف للدم والفضلات اللي خرج من الجثة تخرج برى المكان والمكان على بعد 13 متر وجس وغرفة دفن 30 متر تخيل حضرتك 30 متر عمق فيه فيه فكر في الضغط والضغط الجوي فكر في الرطوبة فكر في درجة الحرارة فكر في النسب والمواد فيعني المنظومة كانت أعقد كتير من الناس تقودها أنه مجرد أنه بيحط جسد في ملح بشكل عشوائي عشان يحفظه أكيد طيب يعني ثلاث اكتشافات مش اكتشاف واحد نقدر نقوله أولا تم اكتشاف أو تم ترجمة وتسهيل ترجمة الاسم الدارج للمواد المستخدمة يمكن في الأول وعندنا الحاجة التانية الأسامي المختلفة من اللغة المصرية القديمة لكده الأخيرة بقى أماكن استخدام المادة في الجسد كل جهاز من أجهزة الجسد كان بيستخدامه مادة مختلفة عن الأخرى كل منطقة من منطقة الجسد كان بيستخدامه مادة مكتوب يعني مكتوب مثلا اليوم الثالث هنضيف المادة دي على اليد اليوم السابع هنضيف المادة دي على الرأس وهكذا المدة سبعين يوم لحد ما يخلص عمية تحنيط تماما ده 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 اللي عمل المصر القديم اللي توضح كان مكتوب على الأواني نفسها فلما جه جه علوم المصريات أو علماء المصريات ترجموا المواد دي طبعا لما وحطوها على جهاز الفصل الكروماتوجرافي فيما أعمل مركزية بشبكة المركزية بمركز قوم البحوث تأكدت أن المواد دي بتتحط هي هي الموجودة على الأواني المكتوبة المكتوبة على الأواني فطبعا دي كانت نجاح فعلا باهد لأول مرة وأن الناس تعرف فعلا هي المواد دي هي اللي تحطط وفي اليوم كان وفي المنطقة كانت خريطة برضو للجسم الإنسان وإزاي المصريين قدام بيحنطون برضو دي هنقول برضو نحن لسه برشلي أو لسه نسبيا جزئيا بس إن شاء الله مع وجود الأجهزة الحديثة جدا في شعبة المركزية ممكن نقدر نوصل لأكتر من كده هتخضعوها للتجربة يعني طبعا إن شاء الله ده ما قالت تور محمد نحن كان 121 إناء هنتعمل 31 بس فاضل فيه كتير وكانت بحالة جيدة يعني رهيني أقول حاجة سويا رهيني إن حفظ الأجهزة المختلفة من الجسد بتركيب ومخالية مختلفة يقول إن المصري برع أيضا في دراسة علوم الأنسجة وفك برضو شفارات أنسجة الجسد المختلفة وبناء على كده عرف القلطات اللي تستخدم في حفظ كل جزء من الجسد ودي ديروس مستفادة ممكن نستخدمها أيضا وإحنا نتكلم مش بس في حفظ أجساد ممكن يبقى لها تطبيقات في الطب الشرعي طبعا ممكن يبقى لها تطبيقات في الحماية ضد التحالل الميكروبي سواء للأجساد أو غيرها زائد إن إحنا عندنا الميكروبيولوجي كمان عندنا مساحة واسعة جدا ندرس أنا والزملاء والزملاء وأنا على حيوانات تجارب عشان نفهم أكتر اللي ما نقدرش نعمله على البشر مباشرة طبعا يعني في معلومات طبية كده أن القلب بيحتاج بعض الأطعمة علشان الرئة مش عارف في شكله عامل كده يبقى البروكلي شاك مش عارف الرئة فيه كلام ده بنسمعه فيه الغذاء هل نفس المواد التي استخدمت في الطحنيط تقارب ده ولا بعيدة لا يعني أنا مش عايزين يعني أنا معلش أنا آسف طبعا اللي أنا بقول لحضرك ده ده التعميم هنا أو الجنراليزيشن هنا مش مش علم مش علم لكن عايزين أتكلم بعمق أن التركيب التشريحي والتركيب الهيستولوجي النسيجي لكل أنسيجة أو كل جزء من الجسد مختلف مختلف وطبيعة الخلايا بتاعته مختلفة وبناء على كده درجة اختراق المواد وأصولها للخلايا بتاعت النسيج ده بناء على الخلايا الطلاقية والطبقات بتاعته وعددها والأنسيجة وتركيبها بتختلف وعشان كده استخدم المصري خلاطات مختلفة عشان يضمن اختراق المواد لأجزاء ممكن تكون على عمق أكبر وبالتالي يضمن حفظها ماذا بعد ده هي فعلا هو ماذا بعد من الفريق الدولي المصري نبتدي هناك ولا هنا أنا بقول حاجة قلتها في وسائل علام كتير جدا لا اختصينا من فضلك بقى هقول لحضرتك العالم كله بيعاني من مقاومة للمضادات الحيوية أو مضادات المايكروبات المصري القديم لما جلب الحاجات دي من بعيد قوي وعمل المخاليط دي كان بهدف أنه يقي تحلل الأجساد أو الأنسجة لفترات طويلة جدا قد تصل لألاف سنين ضد التحلل البكتيري والفطري واللي ايه فاحنا ممكن نتعلم من المخاليط دي والمواد الطبيعية دي ونستنبت مواد لها صفات مضادة للبكتيري والفيروسات والفطريات على شكل علمي مش بس مخلوط نباتي لا لأن التحليل اللي عمله دكتور محمد إبراهيم على جهزة الكروماتوجرافي عرف مواد كيموية نقدر نخلقها معمليا وتستخدم كمضادات للفطريات والمضادات الحيوية في الوقت الحديث أنا كده خلصت سنيني اللي يقدر أتكلمه اللي بعد إن شاء الله طبعا يعني طبعا يعني دراسات تانية زيادة عارفنا الخلاطات عايزين نشتعل على ريسابي برضك نشوف الريساب اللي كان بستخدمها لأنه كان بستخدم على الجزء حوالي 7 ريسابي كان أهم جزء أهم جزء كان الدماغ وكان هو كاتب الفازلز دي للدماغ فطبعا عايزين نعرف طب الكمبوزيشن بتاع الفازلز دي على الدماغ إيه بيعمل إيه زي ما قال الدكتور محمود نمكن ندرس على حيانات تجارب إذا حافظها على مرة السنين قد يساهم في حل مشاكل مشاكل كتير يعني فيه معلومة حضرتك فيه واحد مشاكل أو ضعف في منطقة أو تم خلاص فسادها يعني يمكن نقدر نشوف بلول بديلة وغيرها بطبعا بالضبط يعني فيه معلومة كده نقرتها اللي هي سبون هاني سبون هاني سبون دي معلومة جاء واحد أمريكا عارفها اخترع منها أدوات التشريح وبقى ملياردير عارفها من معلومة على بردية على الحيط قالك إن الجثة دي هتبقى نضيفها كورقة اللوتس فدرس ورقة اللوتس لا ورقة اللوتس ليها صفات غريبة جدا وصفات يعني يونيك فبدأ يفكر إن يعمل أدوات التشريح من ورقة اللوتس ما يلزقش الدم فيها ولا الميكروبات تلزق عليه فإحنا المعلومات دي مش عايزين ناخدها كده وخلاص نستفيد بيها ونطبقها على المجال في حياتنا صحيح صحيح عايز تقولك المؤكرة شاب عاد شاء الله وحددتك لما قال الدكتور محمود طور محمد الاستخدام الطبي للمواد دي إحنا قريدي دهوقتي عندنا الحضارة المصرية وعلم الأثار إحنا نتعاول معهم كعلوم مواد إنه نستخدم عملية تقويم وتقوية وتقويم الأثار القريدي اللي موجودة عندنا باستخدام هذه المواد مثل المستك والمر مع البوليمرز اللي كانت موجودة فهذه نبدأ نبني عليها ونبدأ نكمل أبحاثنا مع هذه المواد صحيح على أحل يعني وكشف طبي مهم جدا ويعني تختالط فيه يعني علوم كثيرة يعني مش بس علم الكيميا العضوية لا لا نحن نتكلم في فيزيا نتكلم في نحن عرفنا خرائط للمصر القديم يقدر من خلالها يأتي بهذه المواد إلى الأراضي المصرية من أجل تحنيط ووصول الجثة بهذه الصورة إلى الآن في وقتنا هذا كل شكرا لحضراتكم ودي سمة من سمات الأبحاث التي تتنشر في دورية نيتشر صحيح كل شكرا لحضراتكم نورتونا وشرفتونا دكتور أحمود بهجة أستاذ الكيمياء الحيوية والمرشف العام على شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي البحوث أهلا وسهلا بحضرتك شكرا لدكتور محمد إبراهيم رئيس قسم السموم ومولوطات الغذاء بالمركز القومي البحوث شكرا لدكتور أحمد يوسف رئيس قسم مواد التعبئة بالمركز القومي البحوث نورتونا وشرفتونا وأسعدتونا شكرا لدكتور أحمد شكرا لدكتور أحمد شكرا لدكتور أحمد شكرا لدكتور أحمد